مرحبا بك عزيزي المشاهد إذا كنت ترغب حقا في تعلم اللغة الفرنسية فدعني أخبرك أنك محدود لأن هذه القناة سوف تعلمك اللغة الفرنسية من الصفر إلى الاحتراف وبطرق جد مبسطة وسهلة إذن ماذا تنتظر؟ اشترك الآن وفعل الجرس ليصلك كل جديد ولا تنسى أن تضغط زر لايك قبل أن نبدأ الدرس أهلا وسهلا مرحبا بكم معي في درس جديد وفيديو جديد على قناتكم فرنسي اذا في هذا الدرس ان شاء الله سوف نرى الفعل فار لو كنتم مستعدون نبدأ الدرس على بركة الله إذن لفر بفار يعني باللغة العربية يقوم بشيء معين أو يفعل شيء معين لفر بفار اذا كلا هذا سوف نبدأ بأهم زمن في اللغة الفرنسية وهو زمن الحاضر الحاضر كيف يمكننا أن نصرف le verbe faire أو présent في زمن الحاضر هذا ما سنرى على الصبورة donc au présent le verbe faire au présent في زمن الحاضر إذن أول pronom personnel وهو ج أنا ج كيف سنقول في زمن الحاضر إذا أردت أن أقول أنا أفعل نعم جيد جه فهي جه فهي جه تعني أنا جه فهي بيان جه فهي جه فهي بيان اي اس أيضا اي اس أيضا بور إل هو ال هي وان التي تعني نحن كيف سنقول اي تي جيد إذا الآن نحن 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 كيف سنقول فكروا قليلا نو فزان نو فزان جيد نو فزان نو فزان هنا نكتب ف اي ونقرأها ف وليس ف لأن في اللغة الفرنسية اي تقرأ اي لكن في هذه الحالة سوف نقول نو فزان ف وليس ف إذا حال خاصة جيد فزان دانك pour vous انتم vous ك'est qu'on va dire vous فت جيد vous فت انتم تفعلونا أو تقومونا بشي معين vous فت ال avec s والتي تعني هن وال ال avec s التي تعني هن كيف سنقول oui الفان جيد الفان ال فان بيان او ان تي donc جف انا افعل تف انت او انتي تفعلين الفي هو يفعل الفي هي تفعل ان ف نحن نفعل مثل المعنى لذا نو نو فزان donc نحن نحن نفعل جف 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 ما بخيار مرات في اليوم تعني خمس تعني خمس تعني خمس تعني مرات تعني خمس 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 المراكب le passé composé donc في زمن au passé composé في زمن في زمن الماضي المراكب جيد donc pour ج maintenant كيف سأقول أول شيء le verbe faire يصرف مع l'auxiliaire avoir l'auxiliaire avoir إذن كما قلنا في زمن au passé composé دائما نصرف le فعل باستعمال فعل مساعد إما الفعل المساعد être أو الفعل المساعد avoir وسأترك لكم الدرس الذي قمت به بتفصيل هذا الدرس عن كيفية اختيار l'auxiliaire إما être أو avoir فوق هنا quelques parts الفوق بإمكانكم أن تدخلوا الدرس لكي تفهموه جيد إذن هنا باستعمال l'auxiliaire avoir دائما نستعمل l'auxiliaire avoir مع الفعل faire donc qu'est-ce que je vais dire pour je أنا 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 فعلت أنا فعلت في زمن الماضي كيف استعمال أقول ج ف bien donc ج ف إذن لحظوا هذه l'auxiliaire avoir جيد ج ف pour tu أنت أو أنتي qu'est-ce que je vais dire tu tu as fait tu as fait أنت أو أنتي فعلت جيد tu as fait bien pour il l et en qu'est-ce qu'on va dire ماذا ça نقول il a fait هو فعل هو فعل أو قام بالفعل il و l و a a c هو فعل في الماضي هي فعلت في الماضي ونحن فعلنا في الماضي جيد pour nous نحن nous avons fait nous avons nous avons fait جيد pour vous qu'est-ce qu'on va dire vous avez fait أنتم فعلتم جيد il avec es التي تعني هم و elle avec es التي تعني هن ils ont fait elles ont fait هم فعلوا وهنا فعلنا في زمن الماضي المركب جيد donc hier elle a face course البارحة هي قامت بالتسوق elle هي a fait قامت البارحة بالتسوق في الماضي جيد الآن سنمر لتصريف الفعل faire le verbe faire l'imparfait l'imparfait هو زمن الماضي البعيد الماضي البعيد وإن كنتم مهتمين بأن أقوم بدرس أو فيديو عن الفرق بين الماضي البعيد l'imparfait وكذلك le passé composé الذي هو الماضي المركب إذا أردتم أن تعرفوا الفرق بينهما أخبروني في التعاليق اتركوا لي تعاليق بها أنكم مهتمين جيد إذن في زمن الماضي البعيد أو l'imparfait كيف سنقول donc l'imparfait الماضي البعيد كيف سنقول pour ج أنا جفزي كنتو أفعل جفزي donc جف في زمن الماضي المركب le passé composé هو فعلت وهنا في زمن الماضي البعيد جفزي كنتو أفعل جيد donc جفزي في نهاية الفعل A E S انتبهوا دائما للنهايات جيد pour pour tu أنت أو أنت كنت تفعل أو كنت تفعل كيف سنقول tu fais A E S أيضا tu fais جيد pour il هو L هي و O التي تعني نحن il faisait هو كان يفعل il faisait من هذه المرة A I T وليس A E S سوف نقوم بكتاب A T donc ف إذن كما قلت A E تقرأ في اللغة الفرنسية E لكن هنا في هذه الحالة نقرأ ها E جيد كان يفعل il faisait كان تفعل الف كنا نفعل en faisait بالنسبة لن نحن سنقول ن 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 جيد إذن كنا ن ن فعل Pour vous أن كنتم تفعل ون سن ن قول vous جيد vous في آخر الفعل بالنسبة ل ال avec S هم ل A avec S هن فزي A-I-E-N-T جيد إدن جيد سوف أعطي المثال وسأقول خلال الفصلة السيف كان يكون بسبحة جيد إذن هنا لدينا تي وطوكرة س نتاتي نتاتي خلال الفصلة السيف يل فزي كان يكون بسبحة يل فزي دل نتاتي جيد الآن سنمر لآخر زمن مهم في اللغة الفرنسية وهو المستقبل البسيط المستقبل البسيط المستقبل البسيط جيد إذن كيف سأقول أنا سأفعل في المستقبل أنا سأفعل في المستقبل في آخر الفعل جيد 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 Pour vous, نحن سنفعل Nous ferons Pour vous Vous ferez R EZ Vous ferez أنتم ستفعلون جيد Il avec S و Elle avec S HUM و HUNNA Ils feront et elles feront O N T في آخر الفعل سأعطي مثال وسأقول Demain il fura bu Demain il fura bu بمعنى غدا سيكون الطقس جميل Demain il fura bu Demain غدا Il fura bu سيكون الطقس جميل جيد Le verbe Allez يذهب Le verbe Le verbe Allez إذن أول زمن سوف نصرف في هذا الفعل هو زمن الحاضر طبعا Le présent الحاضر Le présent إذن Au présent كيف سنقول Je vais A-I-S Je vais A-I-S V-A-I-S أنا أذهب أنا أذهب في الحاضر أنا أذهب Bien Pour tu أنت أو أنت ك'est-ce qu'on va dire Tu va A-S Tu va جيد Tu va أنت تذهب أو أنت تذهب جيد الآن Il L أو Qu'est-ce qu'on va dire Il هو El هي On نحن On va dire Il va Sans S D'accord Il Elle Et On va Bien sûr Sans S Il va هو يذهب الآن في الحاضر Elle va هي تذهب On va نحن نذهب في الحاضر جيد Pour nous وهي تاني نحن ن 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 نذهب جيد و أنتم تذهب في الحاضر الآن Bien إذن الآن سأعطي أمثلة عن هذا الفعل المصرف في جمل إذن je vais dire par exemple Ce matin je vais au marché ce matin je vais au marché هذا الصباح أنا ذاهبة إلى السوق ce matin je vais au marché bien لماذا استعملنا au marché وليس A avec accent لأن marché هي kalima مذكرة إذن je vais au marché ce matin je vais au marché هذا الصباح أنا جيد مثال ثاني سوف أقول ce ce soir nous allons au stade ce soir nous allons au stade هذا le masa nous dâhibou إلى l'melab donc ce soir nous le verbe aller au présent nous allons l'melab نحن ذاهبون إلى الملعب جيد مثل الثالث سوف أقول لماذا هنا استعملت على وليس أو مثل هنا لماذا؟ لأن البوست هي كلمة مؤنية جيد البوست كلمة مؤنية إذن الثالث سوف أقول البوست اليوم هم داهبون كاليوم هم داهبون إلى البريد تابوست إذا رأينا تصريف لفربي ألي أو الآن سوف نرى كيف يمكننا تصريف هذا الفعل في زمن لفاسي كومпوزي لفاسي كومпوزي أي زمن الماضي المركب كومпوزي 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 أفوار دائما باستعمال الاكسلية أتر إذن أتر هو فعل مساعد لقدرائنا في فيديوه أو دروس سابقة إذن كيف يمكننا تصريف لفاسي كومпوزي 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 باستعمال الاكسلية طبعا أتر أمساعد لقدرائنا جيد كومпوزي ادا الاكسلية اتر او présent امساعد لقدرائنا أتر امساعد لقدرائنا كومпوزي كومпوزي بالغط إذا أرادتو أن أقول أنت أو أنتي دهبتا أو دهبتي qu'est-ce que je vais dire tu es zallé tu es zallé bien donc tu es zallé bien il elle on qu'est-ce qu'on va dire il est il est allé bien il est allé ou دهب ou hier elle est allé hier on est allé نحنو دهبنا جيب il elle et on bien sûr نتالé bien et pour nous nous نحن nous qu'est-ce qu'on va dire nous sommes zallé nous sommes zallé bien nous sommes zallé d'accord vous nous sommes zallé bien vous qu'est-ce qu'on va dire أنتم دهبتم وزيت زالي وزيت زالي بيان كذلك لأن أنتم مجموعة من الناس وزيت زالي إلا وكس هم وهن كس كن va dire إِلْسَنْ تَلِي إِلْسَنْ تَلِي إِلْسَنْ تَلِي بيان إِلْلَ أَوَكَسْ 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 سَنْ تَلِي د'accord تُوزور لأَسْ لِأَنَا لَا دَيْنَا أَلْجَمَع جَيَد سَأَعْتِي أَوَلْ مِسَال عن هادَا الْفَال في زمن لأساسي قموزي وَسَوْفَ أَقُولُ هِيَرْ جَسْيَزَلَي شَيْهِي لَوْدَنْتِسْتِ هِيَرْ جَسْيَزَلَي شَيْهِي لَوْدَنْتِسْتِ لَوْدَنْتِسْتِ شَيْهِ لَوْدَنْتِسْتِ الباريحا دَهَبْتُ عند طبيب الأسنان إذن في الماضي الباريحا بِيَنْ سَمْدِي دَرْنِي أُنْتَلِي أَقَزَابْلَنْكَةً سَمْدِي دَرْنِي أُنْتَلِي أَقَزَابْلَنْكَةً إذن السبز الماضي دَهَبْنَا إلى مدينة الدار البيضاء سَمْدِي دَرْنِي أُنْتَلِي أَقَزَابْلَنْكَةً بِيَنْ سَمْدِي دَرْنِي أُنْتَلِي أَقَزَابْلَنْكَةً السبز الماضي دَهَبْنَا إلى مدينة الدار البيضاء جيد الآن سنصرف le verb وهو زمن الماضي البعيد إذن تصرف le verb كيف سنقول جالي جالي كنتو اذهبوا جالي جيد pour tu qu'est-ce qu'on va dire tu a le a i s كنتو تذهب أو كنتي تذهبين pour il elle est en il a le a i t d'accord il a le elle a le on a le d'accord pour nous نحن en en plutôt nous nous allions d'accord كنتو ندهب nous allions جيد et pour vous 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 zalliez جالي tous les samedis au cinéma avec mes meilleurs amis جالي كنتو كنتو أذهب جالي tout les samedis كل les samedis les samedis au cinéma au cinéma il est cinéma au cinéma avec مع avec mes meilleurs أفضل mais meilleurs زامي صديقاتي amis avec i e s صديقاتي أفضل صديقاتي جيد المثال تاني صوف أقول نوز allions au restaurant le plus réputé de la ville بمعنا كنتو نذهب للمطعم المعروف أكثر في المدينة نوز allions au restaurant كنتو نذهب إلى المطعم restaurant le plus réputé réputé معروف أو مشهور réputé de la ville يعني في مدينة معين de la ville د'accord موز allions كنتو نذهب au restaurant د'accord restaurant le plus réputé de la ville جيد الآن سوف نمر للزمن الرابع والأخير معنا في هذا الدرس يعني أربعة أزمين المهمة أكثر الزمن الرابع وهو زمن le futur simple le futur simple المستقبل البسيط le futur simple د'accord دعنا الآن الزمن aller au futur د'accord simple bien pour ج qu'est-ce qu'on va dire on va dire جير جير d'accord جير اي d'accord تُ تُيرا d'accord اَس انتا ستدهب أو انتی ستدهب بین إِل أَل أَن إذن ج طبعا هي أنا إِلْ أَل أَن نيرا أَا أَلَفَن أَا في نهاية أَلْفَل أَلْفَلَ إسي نو زيران O N S إسي إل زيران أل زيران O N T جيد إذن جيري أنا سأذهب دكار تيرى أنت أو أنت ستذهبين إل إيرى هو سيدهب أل إيرى هي ستذهب نحن سندهب نو زيران نحن سندهب كذلك وزيري أنتم ستذهبون إل زيران هم سيدهبون أل زيران هن سيدهبنا في زمن المستقبل جيد سأعطي مثال وسأقول لسمانة prochaine الأسبوع المقبل لسمانة prochaine نو زيران فر لباتناج دكار لسمانة prochaine نو زيران فر لباتناج لباتناج هو التزحلق إذن الأسبوع المقبل سوف نذهب لعمل التزحلق متناج Donc هو التزحلق أو التزلج دكار لا سمين بروشين نزيران فار دو باتناج أي الأسبوع المقبل سوف نقوم سوف نذهب لنقوم بالتزلج أو التزحلق أو كما نسميه على الجليد جيد إذن المثال الثاني سأطلب منكم أنتم أن تكتبوه لي في التعاليق إذن لاني بروشين وستعملو لفرد اللي أو فتر لاني prochaine أي السنة المقبلة السنة المقبلة سوف أذهب إذن كيف سنقول لفرد اللي أو فتر لاني prochaine كيف سنقول لاني لاني ج في زمن لفتر simple واختار المدينة أو المنطقة أو الدولة التي تريدون فعلا أن تزوروها دكار السنة المقبلة سوف أذهب إلى ستة دكار إذن اكتبوا لي هذه الجملة وملأوها في التعاليق تحت الفيديو دكار يعطي يعطي إذن إذن طريقة الكتابة على الصبورة أو أو تابلو هي طريقة التي تعطيكم في نفس الوقت المعلومة وفي نفس الوقت التي تعلمكم كيفية كتابة الحروف باللغة الفرنسية إذن تتعلمكم مهارتين وهي الكتابة وكذلك أخذ المعلومات عن طريق الدروس الحية بهذه الطريقة جدان pour جو qu'est-ce qu'on va dire جو دان جو دان أنا وعطي جو دان جو دان جو جو انتا جو qu'est-ce qu'on va dire جو دان جو دان أس à la fin جو دان أس Pour il, elle est en, il, هو, elle, هي, en تعني نحن وتصرف متلا, il, elle Qu'est-ce qu'on va dire Il, elle, est en Il donne Également Il donne هو يعطي Il donne Cette fois-ci Avec e Sans s Eu, في نهاية El faal Il donne هو يعطي Elle donne هي سعطي On donne نحن نعطي J'ai aid Pour nous, qu'est-ce qu'on va dire Nous Nous Donnons D'accord Donnons O-N-S A la fin Nous donnons Bien Pour vous, qu'est-ce qu'on va dire Vous Entum Nous Nحن Vous Entum Vous Donnez Vous donnez EZ Vous donnez Bien Vous donnez Et pour Il avec S Elle avec S Il avec S Rhum Ou Elle avec S Hun Qu'est-ce qu'on va dire Il donne Elle Donne E-N-T في آخر الفعل Il Avec S Elle Avec S Donn E-N-T يعطونا Ou Tuعطينا في زمن Al-Hadir Bien Ça Aعطي Aول Mithale L'kei Tawadda Halakoum Al-Amr Kifay Yumkinouna A nous Sarrif Le verbe Donné في زمن Al-Hadir Je vais dire Ça Aقول Machin Vous donne L'envie D'apprendre Le français Facilement Machin Vous donne L'envie D'apprendre Le français Facilement D'accord Idane Qanati Tuعطikum Ar-ragba في تعلم اللغة الفرنسية Bikul Suhula J'ai Donc Machin Vous donne Donc Ici Machin C'est comme Elle Hier Al-Kanati Machen Vous donne L'envie L'envie C'est rarement D'accord L'envie D'apprendre D'apprendre في تعلم D'apprendre Le français L'envie 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 Le français Facilement بسهولة إذن سأكتب الترجمة باللغة العربية قناتي تعطيكم والرغبة في تعلم الفرنسية بسهولة Très bien الان سنمر لتصرف هذا الفعل وهو le verbe donner يعطي في زمن الماضي المراكب الماضي المراكب وهو le passé composé le verbe donner au passé composé bien au passé composé bien donc qu'est-ce qu'on va dire au passé composé أول شي الفعل المستعد الذي دائما نستعمله مع le verbe donner مع الفعل donner هو l'auxiliaire avoir الفعل المستعد avoir لا نستعمله أبدا مع الفعل المستعد être دائما مع الفعل المستعد avoir d'accord donc pour jeu qu'est-ce qu'on va dire oui l'auxiliaire avoir j'ai donné d'accord j'ai donné à Taizou j'ai donné à Taizou bien j'ai donné très bien pour tu ença ença à Taizou film mardi qu'est-ce qu'on va dire tu as donné bien l'auxiliaire avoir au présent نستعمله كفعل مستعد في زمن الماضي المركب اللي هو le passé composé tu as donné جيد tu as donné il هو elle هي و on التي تعني نحن il a donné elle a donné et on a donné هو أعط في زمن الماضي هي l أعط في زمن الماضي و on نحن أعطينا في زمن الماضي جيد الآن nous nous avons donné bien nous avons ici c s donné la نضيف s ل le particip passé إذن donné sans s جيد إذن عندما نستعمل le verbe être كفعل مساعد فإن أنا نضيف s pour nous عندما يكون لدينا الجمع nous جمع مجموعة من الأشخاص nous vous il avec s مجموعة من الأشخاص لكن عندما نستعمل l'auxilia avoir la نضيف s عند الجمع جيد donc pour vous qu'est-ce qu'on va dire vous avez donné أنتم أعطيتم في الماضي جيد il avec s هم il avec s هن ils ont donné et elles ont donné bien أعطوا d'accord ils ont donné et elles ont donné جيد س أعطي متال عن كيف يتصرف le verbe donner au passé composé و س أقول ك متال J'ai donné beaucoup de temps pour mon nouveau projet J'ai donné beaucoup de temps pour mon nouveau projet أعطيت وقت ك ك لم شروعي الجديد أعطيت وقت ك لم شروعي الجديد donc J'ai donné أعطيت في زمن الماضي المركب J'ai donné beaucoup الكثير الكثير من الوقت beaucoup de temps à mon nouveau nouveau projet لاحظوا هنا O U تقرأ في اللغة الفرنسية O O U A U في اللغة الفرنسية تقرأ O O O جيد إذن أعطيت الكثير الكثير من الوقت المشروعي الجديد جيد الآن أقول أنا كنت أعطي ج دوني A-I-S طبعا ج دوني A-I-S على fin ت دوني كذلك A-I-S إذن دوني دوني كنا نعطي إذن دوني دوني تعطينا جيد سأعطي أن تحتفظ بها بي دوني دوني كان يعطي أو كانت تعطي اللوحة دوني إِل ce taxes تَبْلو إِل دوني أَنْ شَارْم أَنْ شَارْم کُلنا يَجَمَا لِي شَارْم أَتَة شَارْمُ لِي غُرْفَتِكَ أَ تَشَارْمُ هنا أَ لِي أَ تعني لِي لِي غُرْفَتِكَ تَشَارْمُ غُرْفَتِكَ أَنت أو غُرْفَتِكِ أَنْتِ ما الشامبر غرفاتي تشامبر غرفة سوك تشامبر تشامبر تivals بيان بيان بمعنى هذه اللوحة كانت تعطي جمالية لغرفتك لإمكانك الاحتفاظ بها جيد الآن سوف نصرف le verب دوني في آخر زمن مهم في اللغة الفرنسية معنا في هذا الدرس وهو le futur simple المستقبل البسيط وآخر زمن مهم في اللغة الفرنسية بسم سوف خارف كمبات A la fin Pour tu, qu'est-ce qu'on va dire? Tu Donneras Bien A la fin في أخير Pour il, هو Elle, هي Et en, qu'est-ce qu'on va dire? Donnera Aussi لكن لكن دونا أس donnerا أ في آخر الكلمة Pour nous نحن donnerا نحن سنعطي في المستقبل Et pour vous vous donnerez d'accord vous donnerez EZ في آخر الكلمة إِلَاوَكْ أَس أَلَاوَكْ أَس هُمْ وَهُنَّا دون نرون d'accord O-N-T في آخر الكلمة دون نرون O-N-T في آخر الكلمة جيد سأعطي ميتل و سأقول Je donnerai mon ordinateur à mon frère Je donnerai mon ordinateur à mon frère سأعطي حسوبي لِأَخِ Je donnerai mon ordinateur à mon frère bien donc je donnerai mon ordinateur à mon frère d'accord سوف أعطي حسوبي لأخي جيد كالعادة يا دايا أصبحت سوداء ولكن مشي مشكل المهم هو تفهموا الدرس لأخير الدرس إذا كان مفهوم عندكم الدرس خليوا لي لايك وخليوا لي un petit commentaire أو لتعليق صغير لكي نعرف أنكم فهمتم جيدا الدرس ماتنساوش partageوا la vidéo avec tout le monde شاركوا la vidéo مع الجميع je vous donne rendez vous la prochaine vidéo inshallah أعطيكم موعد la vidéo القادم inshallah prenez soin de vous et au want شكرا